الساعة دلواتي تمانية بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع محمد الشازلي تفضلي شازلي شكرا مننا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم ترأس رئيس عبد الفتاح أسيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية وهنى الرئيس أسيسي أشعب المصرية وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكر انتصارات أكتوبر كما عقد الرئيس أسيسي اجتماعا موسعا مع قيادات القوات المسلحة تناول مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمهام القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري على الاتجاهات الاستراتيجية كافة وتترقى للأحداث الرهنة التي تمر بها المنطقة في الآوينة وفي نهاية الاجتماع وجه الرئيس أسيسي التحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات لتظل راية الوطن عالية خفاقة ينعم شعبه بالأمن والاستقرار في ربوع الوطن كافة وفي إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة قام الرئيس عبد الفتاح أسيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصرة كما قام الرئيس سيسي بوضع إكليل الظهور على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه ثم توجه الرئيس أسيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكبر الأبة حيث قام بوضع إكليل الظهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته شن طيران الإسرائيلي خمسة غارات على جنوب بيروت بينها أربع غارات على الضاحية الجنوبية عقب تحذير الجيش الإسرائيلي بإخلاء مباني في المنطقة وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تستمر بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي قال وزير الخارجيات البريطاني ديفيد لامي أن المعلومات عن ضربات إسرائيلية أصابت منشآت صحية وتواقم استشفائية في لبنان تثير قلق بلاده البالغ ودعا لامي جميع الأطراف للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وذلك بعدما أعلنت أربعة مستشفيات على الأقل في لبنان وقف عملها بالتزامن مع تحذير الأمم المتحدة من ازدياد الهجمات على فرق الرعاية الصحية قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا هذا الشهر للمساعدة في جمع مساعدات إنسانية للبنان وتعزيز الأمن في جنوبه وأضاف ماكرون بعد اجتماع للدول الناطقة بالفرنسية في باريس أن الاجتماع سيؤقد كذلك لحشد دعم المجتمع الدولي ولمساعدة القوات المسلحة لبنانية لتعزيز الأمن وخاصة في جنوب لبنان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو إن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها وأضاف نتنياهو إن تل أبيب سترد على هجمات إيران وذلك بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل مساء الاثنين الماضي كما أعلن نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي تمكن من تدمير جزء كبير من ترسانة حزب الله لافتا إلى أنه غير مسار الحرب استشهد 18 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفى بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مسجدا يأوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح ما أدى لسقوط الشهداء والمصابين وأشارت الوكالة إلى أن معظم الإصابات خطيرة وأن التواقم الطبية تفاضل بين الإصابات في محاولة لإنقاذ عدد أكبر من المصابين في وقت يعاني فيه المستشفى من نقص حاد في المستلزمات الطبية وعدم وجود أدوية كافية لمعالجة الإصابات شارك نحو 300 ألف شخص في العاصمة البريطانية لندن في تظاهرة حاشدة دعماً لفلسطين في ذكرى مرور عام على بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتخلل المظاهرة رفع العلم الفلسطيني وترديد الشعرات المناددة بالاحتلال الإسرائيلي واتهامه بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة انتهى الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفصل